في نقطة يا شباب في نقطة حلوين في نقطة يا ناس جميلة بص لو سألت مواطن انجليزي مشجع انجليزي بتحب ميل من الحكام هيقولك ما بحبش الحكام كلها تمام بس لو سألته سألت حد او الاجهزة الفنية او اللاعبين انت بتحترم الحكام الانجليز هيقولك اه بحترمهم جدا وانا لا استطيع تجاوز ضدهم اه محبوش مداء اللي هو هيحكم لي بس عمره متجاوز مع حاكم ممكن يعني يطلع ينتقد حاجات بسيطة وبتاع احنا هنا الموضوع كبر معانا جماعة كبر عمال يوسع 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 عشان اللي هو ايه انا بخسر انا في ليتي خسرت فهول انا غلطان انا بقى مدرب انا رئيس نادي انا لعيب هول انا غلطان لا انا الحكم ظلمني فالحكم والحكم والحكم وهم بيستغلوا فكرة ايه انه كده كده الجمهور هيمش وراه الجمهور هيجي يقولك اه الحكم هو السبب مش نادي بتاعي زي الفل نقدر حكامنا شوية بس عشان يعرفوا يشتغلوا عشان هما مقدرين جدا انت مش ملاحظ كمية البطولات والاحداث اللي شاركوا فيها في الفترة الاخيرة سواء افريقية او عربية احنا بس بنقلم منهم لكن هما مقدرين فنيا هو خد بالك هو لما بيختار حكم في بطولة افريقيا ولا بيختاروا في بطولة عربية ولا بيختاروا في بطولة عالمية ما بيختاروش عشان الناس بتحبوا في مصر ولا ما بتحبوش هو بيختاروه على مستواه الفني بيقيموه فمعنى ان هما يختاروا سبع حكام مصريين في كاس لهم الافريقيا اللي جاية دي ده معنى ايه ان حكامنا فعلا فعلا بالشعارات يعني بخير ده واضح يعني فبس نقدرهم شوية على قد ما نقدر يعني طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي لي روي فيتوريا النهاردة نتكلم في اكتر من موضوع الاول بس حابب اقف عند نقطة النهاردة كانت في المؤتمر الصحفي روي فيتوريا بعيد كل البعد عن تفاصيل الفنية يعني واختياراته المؤتمر النهاردة شوفوا الرجل قد ايه محترم ومحترف المؤتمر النهاردة ساعة اتنين زهر والسادة الصحفيين المحترمين قاعدين في الانتظار الرجل دخل المؤتمر الصحفي الساعة اتنين ونص اتنين ونص الساعة اتنين ونص فراح اتزلهم قال لهم عفوا ان انا اتأخرت عليكم بس كان في بعض التفاصيل بنزبطها مع الكاف حول طريقة الاعلان عن القائمة انا اسف ان انا اتأخرت انا اسف ان انا اتأخرت لا معلش انا اقولها تاني انا اسف ان انا اتأخرت اجماعة بصراح ما اكدبش عليكم يعني انا راجل صحفي واعلامي من سنين ما حضرتش مؤتمر حد اتأخر فيه حد طول وما احترمش الناس اللي موجودة ورجع اعتذر يا اما هم عاديين مستنين يا اما مكاكلة مستنين القائمة ومستنين على النار عشان يبعاثوا المواقعهم ومجردهم ومجردوا يستنوا لكن راجل دخل اعتذر عشان يتأخر نص ساعة على فاكرة نص ساعة دي وليلة جدا بالنسبة لدينا كصحفين يعني شي اعرف ان يتأجلتها تاربع ساعات عشان الراجل بس في الطريق ومتأخر اسواع عنده ومش عارف زرف فيه حياة كده ما فيش هي احترام يعني احترام للناس اللي قاعدة يعني بس الراجل قديه محترم يا التفاصيل دي وتفري معا جدا وبين السطور تعرفك قديه الراجل ده منظم ومحترم ومحترف نسمع ونرجع نكمل